بسم الله الرحمن الرحمن الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله خالق الخلق سابق الفوت الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي جعلنا مسلمين اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا يرضيك عننا يا الله اللهم لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما وما شئت يا مولانا من شيء بعد اللهم إنا نسألك يا مولانا في هذا اليوم المبارك الذي جعلته لنا عيدا أن تعيد لنا أقصانا وأن تجمع شمل أمتنا إخواني في الله أبشركم إن شاء الله بالجنة طالما وأنك سعيت هذا اليوم إلى المسجد يوم الجمعة فقد كتبت لك كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل خطوة عام من العبادة على كل خطوة في كل خطوة فقد كنا سيتم وإنك إخواني شاء الله من العبادة من العبادة حقوة عبادت جمعة من العبادة صيام النهار وقيام الليت صيام النهار هذا هو طعام للمصطفى صلى الله عليه وسلم ومنه أما عن الأقصى عن الأقصى والأقصى والأقصى التي تتحرك في العالم هذه الأقصى من الأقصى هي من الشيطان وهناك قوة الأقصى لأن الأقصى الأقصى يجب أن يكون لدينا قبل أن نكون لدينا مرة أخرى هذا هو كما قال الله سبحانه وتعالى وَلَتَكُونُكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآهُمْ الْبَيِّنَاتِ وَأُلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ الله سبحانه وتعالى أُرْضَرْدْ أَسْتُ تُو بِي وَنْ يُونِكُ تُو بِي وَنْ هُيُومَنْ بِي الله سبحانه وتعالى أُرْضَرْدْ أَسْتُ وَالْمُصْتَفَى صلى الله عليه وسلم أَنْ تُحِبَّ لِأْخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَافْسِكَ هذا growth as long as yourself your brother. Our prayer will say soldiers to a soldier and foot to foot and keep in one line like aaros and if you put your hand like this it won't be just the line like a forefront. But actually, this doesn't mean that the muslim nation could be nations, um جميع المسلمين ويوجد نفسنا عندما هذه المقرارة تحقيق ستكون هناك حيبة ولكن لكي يكون هناك الكثير من الناس في دوائقين والأخرى هي أهل الملال والنحل ترى بعض الناس يسمحون هذا المجتمع و بعض الناس يسمحون هذا المجتمع وليس تسمحون نفسه وعندما أنك من هذا المجتمع وأن هذا المجتمع من هذا المجتمع وأنني من أخر مجتمع نحن مختلفين وعندما أن الشيطان يبدأ في بيننا الله سبحانه وتعالى لن تفعل هذا نحن فقط مثل مجتمع المصطفى صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نكون دو مجتمع نستطيع أن نكون أكثر من واحدة إذا كنت أعرف أكثر من أنني وهذا ما حدث في أحد غزوات عندما كان لديهم فقط قعب وكلهم كانوا شرسون وكلهم كانوا أعطيه وكلهم كانوا أعطيه يجب أن تفعله أولاً لا يجب أن تفعله أولاً لكي لا أعطيه أولاً أنت لديهم أولاً وكلهم شرسوا وفي العالم قال مصرمين ورب الكعبة إذا أعطيتك أعطيتك ماهو سبيع ماهو سبيع ماهو سبيع أنه سنكون 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 يجعل بلادنا سخاء رفاء وسائر بلاد المسلمين وأن يجمع شمل الأمة على كلمتين الحق والدين وأن يُعلي كلمة لا إله إلا الله. أنت لكي أخي من هذا العالم. أنت لكي أخي لكي أخي على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. يصور هنا المولى عز وجل الله سبحانه وتعالى تظهرنا نظام الأخير في اليوم الجمعة. الثلاث جمعة. الثلاث جمعة هي عيدنا. ثم الثلاث جمعة عندما نأخذنا. وعندما سوف نكون في الثلاث جمعة عيدنا إن شاء الله. وهو الثلاث جمعة في أرض المحصر. الله سبحانه وتعالى تظهرنا هذه المتحدة. لأننا حيث نحن بين دو متحدة. وهذا ما سوف نتحدث عنه اليوم. تقولون أنكم أزواجا ثلاثة. سوف تكون ثلاث جمعة. المحصر المحصر سوف تكون ثلاث جمعة. وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمناة ما أصحاب الميمناة هذا كل من قلت لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من العمل. فأصحاب الميمناة ما أصحاب الميمناة ما أصحاب المشأمة. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تباعد بيننا وبينهم كما بعدت بين المشارك والمغارب. اللهم لا تجعلنا منهم. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ يقول بها من الحديث أن تكون المسلمين هم الأرض التي يتقلق المصطفى السابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم فهو في جنة طب هؤلاء هنا في أرض المحشر الآن غير في جنة لقد أتوقف المصطفى لتصل إلى جنة أولئك وكذلك سيقوم بإمكانهم هم محفوظون الآن؟ لأنه سيكون الحالة على النصفى كثيراً و بعض الناس يأتون أن يذهب إلى الهدفة وقوم بإمكانهم لأنه يوم السادقون السادقون المصطفى صلى الله عليه وسلم المصطفى الذين يعرفون أنهم هناك فقط لأسر وأنهم يأتون ويأتون إلى الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين هم في أرض المحشر لا يجب أن يكون قتل هناك فقط لأستستشعر. الله سبحانه وتعالى يجب أن يتستخدمها مثل سينما يتقومون على حساب يتقومون على هذا الجانب بأنها كان رائد يقولوا انظروا إلى ذلك سأذهب إلى الله خول وكيف وانظروا إلى هذا الجانب انظر من أهل آمن انظروا إلى هذا الجانب وانظروا إلى ذلك الجانب وإذا ستحبون أحد، سيناوله في الناس إذا ستحبون أحد شخص ستحبون مباشرة في الناس اللهم اجعلنا منهم. قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون. نحن الآخرون الاولون السابقون المقضية لهم يوم القيامة. المقضية لهم بالجنة. which means that they are gifted جنة وذوت حساب ان شاء الله تعالى in the hereafter. about a moment or a point to my dear brothers it was discussed in azhar al-sharif in my last holiday about the two meetings who are living in between. the first meeting when allah subhanahu wa ta'ala created all of us and the last meeting when allah subhanahu wa ta'ala will gather us in the day of judgment. the first meeting my brothers when allah subhanahu wa ta'ala said and as long as allah subhanahu wa ta'ala brought all of us created all of us has given every body of us his image and as long as allah subhanahu wa ta'ala was speaking to us and we can comprehend and understand what he was saying and the reply him it means that it was a full creature and and this world it is available on the internet and on some tvs and for all the scholars of the the world to see because some people interpreted this wrongly and this meeting was on the right hand of allah subhanahu wa ta'ala who when somebody is in and he is on the right hand of al-mustafa of allah subhanahu wa ta'ala he is in comfort there is no comfort after this he is in jannah and he is with the habib allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala loves you more than your parents 99 times let me give you an example for this one in order to understand it when a mother is carrying her child and the child is in comfort and because he is in comfort and feeling safe he usually go to sleep on her and if you come to take the child from her the child will scream the child doesn't want to leave this place it is the safest for him and he is comfortable here he like to stay here it is just an example with uh now all of us are on the hands of allah subhanahu wa ta'ala in al-firdaus al-a-la and allah is speaking to us and nobody of us can remember this meeting it is in order to make the dunya a man bilhayb this is about uh and comfortable as much as this allah subhanahu wa ta'ala wooden to push us out to dunya because we will cry nobody wanna leave this place nobody wanna stop this we wanna stay here forever he is in al-firdaus al-a-la but actually allah subhanahu wa ta'ala told us that i am gonna send you for a test in dunya and all what i wanna you to know that i am your rub and the word rub is not translated you can't say lord because the word rub the word rub is he is giving you everything so allah subhanahu wa ta'ala all what he wanted from you is to remember him in dunya and to act as he ordered you so when allah subhanahu wa ta'ala told the humanity all of them this but they didn't want to leave what will happen for a child on the soldier of his mother if she wanted if you want to take him from her she will make him sleep first and then she can give him to his father or or whatsoever or some other lady so she can go and do something for instance so allah subhanahu wa ta'ala make all the humanity in one go die so so we were dead what is before this life so we were alive and then dead and then came here to this life and then again we are going to pass away and then we will walk up again and once you walk up again you will remember that you were here only for a mission you were here only in order to achieve your place in jannah because when you were in this meeting on the hand of allah subhanahu wa ta'ala nobody was given his share in jannah because the share of jannah is you that will choose it so you came here in order to choose it and make it what is happening is not this one you come here to choose how to be comfortable in dunya and you will never be comfortable in dunya and you can't achieve anything and if you achieved anything you are going to leave it and go say it now jibreel laughed and said muhammad asked him because he is laughing ironically they said once as a human being lift his hand of allah subhanahu wa ta'ala to dunya he is always a time and rush looking for comfort and the comfort doesn't exist in dunya and he will never be as comfortable as he was in al-firdaus al-a'am you will be comfortable again when you turn back so at the time when you were on the hand of allah subhanahu wa ta'ala you were comfortable and you don't want to leave and when we came to dunya we want to stay in dunya and we don't want to leave although we know that comfort is when we return back to allah subhanahu wa ta'ala unless you pass away from this dunya you remember you remember you remember zomeiten and you remember hua you are here you are not here and order to enjoy yourself even some عندما تسأله كيف هل أنت يا أخي؟ يقول الحمد لله، أنا عيش حياتي بالطول وبالعر وانه يستمتعونه حيثنا لم نأتي هنا لإستمتعون نفسنا يا أخي لقد أتي هنا لتعمل، لتعاون، لتعاون من الله سبحانه وتعالى لأنه عندما نتعاون في المتحدة، نتعاون في عمد الله لا أحد يتحدث أي شيء، وهذا هو حمد من الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكن الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وله الملك يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي في يوم جمعة ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله هذا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم إمام الحب إمام المعزة للبشرية لا تخبره من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله سبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويأخذه 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 عكرمه ابن أبي جاهل ثم سأله المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له أن يقول لا إله إلا الله لذلك قال وأن محمد رسول الله لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سعيد لماذا؟ لأن كل ما يريده يريد أن يساعده من الضوء عندما يرى إلى الله سبحانه وتعالى في الثانية في الثانية في الثانية حتى مع أهل اليمين الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أسأل سيدنا جبريل لماذا أرى شخص يبقى مع أهل النار وقد أسمعه واحد يقول يحنان يمنان يحنان يمنان وقد أرى الله سبحانه وتعالى فقط أحدث يقول أنه مرة في حياته لذلك يسأله ما يرى عن يحنان يمنان لذلك سيدنا جبريل يسأله أنت قالوا يحنان يمنان يقول نعم ما ترى؟ قالوا أرى الله سبحانه وتعالى أن يأتي هنا إلى المكان من الزوء من الزوء من الزوء القيامة لذلك عندما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكذلك تحاولوا أن يفهم أن يفهم أن يفهم عكرمة لا يعني ما قاله قال محمد رسول الله رسول الله كان يسأله لأنه قال الحمد لله يسأله من الزوء من الزوء يجب أن يتخلص من الزوء وكذلك يتخلص وكذلك أنه يجب ان تخلص حسنات لذلك رسول الله يبقى لك على المنصة عن الإسلام ومع وعلى وعلى صلاة وعلى بعد المنصة قال تلمي محمد ماذا كنت قلت عن الإسلام؟ لذلك كان يتحدث عن كل هذا الوقت عن الإسلام و بعد كل هذا الوقت الناس في غفلة الناس مغيبون بيغيبهم أحباب في الله الشيطان الشيطان بيغيب الناس على الإيمان هذا الكتاب الذي هو بين أيدينا كتاب القرآن الكريم فيه من العلم والعظاق ما تملع ما بين الأرض والسموات في تفسيره كل يوم نكتشف شيء وكل يوم إذا كنت تحاول أن تحضر قرآن لا تستطيع أن تحضر قرآنها فقط قرآن القرآن المتحدث الذي كنت قلت قد تحضر قرآن من تحضر قرآن قرآن تحضر قرآن عن المتحدث بالقرآن وقت الوقت الإحليم بين مرات الهدين في القترة لكي عمره وقامت آخر عندما وقامت أنه يترك وإنه أقل وكانت منع المدين وكانت أقلاق وقامت صوت حقا للغاية أصنعون له قبل أنه وحد سنوات النساء الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتحدث هذا كان من بعض من أجل بعضهم منهم بدأت تكلم عن الإسلام هناك الكثير من الأشياء يمكنك أن تظهر لكم لكي تظهرهم عن الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصنع في السرطة كما تعرفون أن كل منكم أو المجموعة منكم ترى مكة مكان يوجد في السرطة العربية في السرطة العربية there is no source of knowledge around in order to teach المصطفى صلى الله عليه وسلم about the F and the sound and the very accurate description of this science and he was attributed by الله سبحانه وتعالى ذاته يزال لبيي الأممي and he was sent to أمم أممي أمم أممي even as boon they didn't have to eat with وقد أعطتكم كل هذه المعلمات تقريباً لتقريباً لأثير وأن الأثير ليس كبيراً كان مثل أكثر والأرض بعد ذلك أدحاها وقد أقريباً كل مكان حتى المعلمات التي فقط 5 سنوات المعلمات المعلمات عندما ترى المعلمات فلا أخصيم بمواقع المزوم عندما ترى المعلمات وقد ترى المعلمات ويقوم بمضاً لأنها تمرت لبداً والتي ترى مرحلة كل هذه المعلمات من أحدث يمكنكم أن ترى المعلمات والمعلمات ومجبكة العالم وجهة مملكة كان الناس يتجاوث وقفوا أن تجد حتى الآن السبب على أحد السبب كان صارت في القرآن كل هذه المعلمات والناس يتجاوث في غفلة يبون في غفلة The people are in coma They are going to have this yakin once they pass away اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من الغفلين الحمد لله الذي جعلنا المسلمين الحمد لله الذي جعلنا من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم بإننا نسألك يا مولانا في يومنا هذا ألا تظر لنا ذنبا إلا غفلته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ميت إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا الآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الرحم ربنا يأتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله ربنا عملنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتحين إماما وهدنا بفضلك في من هديت وتولانا برحمتك يا مولانا في من توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت ربي اغفر وارحم وأنت خير ورحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين